ومن المنتخب الأولمبي للمنتخب الأول ومباراة ودية مع المنتخب ليبريا وأيضا الفوز بهدف مقابل لشيء وأيضا تعليقات الناس بتبقى دايما على الأداء ودايما الشعب المصري وخاصاته مشجعه في كرة القدم مزواقين ودايما بيتمنوا فكرة فوز مع أداء برضه وفارس منتخب مصر الأول حتى الآن الموراد تاني على التوالي يمكن الأداء شوية ما وصلش لدرجة الإقناع لدى المشجع المصري في كرة القدم بالضبط هو دا يا أحمد كان بالإمكان أفضل مما كان كتير جدا أعتقد أن منتخب مصر محتاج مع كابتن حسام البدري يبدأ يكون فيه انسجام شوية المنتخب لاب بتشكيل كان من الشناوي رامي ربيعة محمود علاء فتحي محمود وحيد طاري حامد السلية الشحات أفشة زيزو وأحمد جمع طبعا منتخب أحضر العديد من الفرص وأفشة حتى في بداية المباراة كان ليه هجم صناعها لأحمد زيزو اللي كان بيقول تعليق طريف جدا قبل مباراة المنتخب أن والده نصحه بالتركيز على المرمى وأنه يجيب جوان أعتقد هو ما عملش بنصيحة والده في المباراة دي ومحتاج يراجع نفسه خصوصا اللاعب اللي بياخد فرصة لأول مرة محتاج يسبب أقدامه حالا